السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام معكم حسين كمال من قناة افهم مني صحة طب تحليل تغذية علاقية عشاب طبية متابعة مرضى حلقات متنوعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن اللهم عليك تهو صلونا على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه اخواني الكرام لا تؤجلوا أفراحكم فإن الحزن ضيف لا يحترم المواعي هذه كانت مقولك اليوم هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن ارتفاع انزيمات الكبد كل الناس فكرة إن ارتفاع انزيمات الكبد هي التي تؤدي إلى تلايف الكبد والفشل الكبدي وتضر بصحة الكبد ولكن معلومات النهاردة إن شاء الله معلومات مفاجئة لكم فتابعوا الحلقة حتى نهاية الفيديو واشتركوا في القناة عشان تتوصلوا كل جديد في عالم الصحة والطب وعملوا لايك للفيديو وشيروا هذا الفيديو أول حاجة جماعة تعالى نتعرف على الكبد الكبد جماعة يعني أهم عضو في الجسم الكبد جماعة هو عضو حيوي عضو حيوي يعني إيه؟ يعني غير كل الأعضاء التانية من الأعضاء اللي متوقف عليها حياة البنقادم أو متوقف عليها حياة الإنسان بمعنى إن كل الأعضاء الأخرى ممكن الإنسان يعيش من غيرها ولكن العضو الوحيد في الجسم العضو الحاوي اللي لا يستطيع الجسم أن يعيش بدونه ولو ضقيقة واحدة هو الكبد زي القلب تماما يا جماعة يعني من هنا البنقادم ممكن يموت من غير الكبد ومش كل حاجة بقى تقولك إنزيمات الكبد على فكرة هي السبب في مشاكل الكبد على فكرة إنزيمات الكبد إنزيمات يفرزها أو إفرازات طبيعية يفرزها الكبد طوال الوقت يعني دايما بيفرز فيها زي الهرمونات الجسم بيفرزها ولكن إنزيمات الكبد لها حدود طبيعية يعني لا يسمح بالارتفاع عن الحدود الطبيعية عشان كده بنقولك إنزيمات الكبد بترتفع عن الحد الطبيعي الأب نورمل مثلا من 30 إلى 40 يعني ما ينفعش تعلق عن 40 أو 45 درجة ووظيفة الكبد إنه هو يفرز الإنزيمات دي يا جماعة بيفرزها طبيعي بكميات محددة في الجسم عم تروح تعمل تحليل وظائف كبد أو إنزيمات كبد وتطلع عالية فبيقولك المريض يقولك أس أنا عندي مشكلة وعندي ارتفاع في إنزيمات الكبد وبيبدأ يلف ودور حوالين نفسه وبيتعب نفسيا وبيشخص وبيشخص نفسه إنه عنده مشكلة وفني المعمل بيقوله أنت عندك إنزيمات الكبد عالية أكيد بتطعط سموم أكيد بتشرب كحوليات أكيد بتدخن أكيد بتاخد رمضان أكيد أكيد وبيعمل المشكلة وتوتر ففيش مشكلة خاص عادي جدا الشخص ما يهموش أي مشكلة وإنزيمات الكبد عادي جدا ممكن ترتفع عفوا في أي وقت من الأوقات مفيش أي مشكلة ولكن يعني إحنا مش بنقول إن الحكومة منزلة ضرائب على ارتفاع إنزيمات الكبد عادي جدا خليها ترتفع ومش معنى إن الشخص إنزيمات الكبد عنده ارتفعت يبقى كده عنده مشكلة في الكبد لا قدر الله لا الكبد لا يمكن تشخيصه إن هو مريض من خلال إنزيمات أو وظائف الكبد فقط وما ينفعش الطبيب يقول للبيشنت بتاعه أو المريض بتاعه إن إنت عندك مشكلة في الكبد ومن خلال فقط إنزيمات الكبد يا حضرة الطبيب ما ينفعش توهم المريض أربوك أربوك بلاش و ما ينفعش عشان المريض بياخد الكلمتين ويروح لو عنده مشكلة صدقوني بيتحب جدا ونفسيته تبقى زي المؤاخزة في اللفظ الزفت فبلاش إن إنت يعني تأفر الموضوع شوية للمريض طيب تعالوا بقى نعرف إمتى إنزيمات الكبد بتعلى وإمتى يدخل المريض في حالة من المرض علشان نفهم أكتر لازم تعرف الحاجات دي أولا يا جماعة الفيروسات بأنواعها فيروسات الكبد إصابة الكبد بالفيروسات الكبدية المختلفة إزاي الكلام ده فيروس C فيروس A فيروس B الفيروسات اللي هي بتصيب الكبد هي دي اللي بتعلي الإنزيمات بتعلي وظافة الكبد والعدوى بأنواعها في أي حتة من الجسم حتى لو كانت نزل برد ضعيفة ممكن ترفع إنزيمات الكبد السمنة أو زيادة الوزن بترفع إنزيمات الكبد الدهوم بترفع إنزيمات الكبد أو وظائف الكبد بعض الأدوية والمسكنات اللي عملينا تعاطى فيها طوال النهار والمضادات الحيوية والأدوية الهرمونية ممكن تسبب لقدر الله تلايف كبد وارتفاع في إنزيمات الكبد أورام الكبد وتلايف الكبد أيضا بترفع إنزيمات الكبد الطفاليات المعوية وأمراض الجهاز الغضمي زي كرحة المعدة والإسنا عشر أمراض الكلة أمراض الكلة تسبب ارتفاع إنزيمات الكبد عشان الكلة يا جماعة وتطرد السموم خارج الجسم فكده بنأثر على الكبد التدخين بيأثر على الكبد ووظائف الكبد وإنزيمات الكبد تعاطي الكحليات والمخدرات الناس المدمنين يا جماعة الناس المدمنين على شرب التدخين على التدخين على الشيشة طول الليل بشيش تحت البيت في قهوة طالع بيقابلها نازل بيقابلها عامل زي كده اللي هو كل ما يدخل المطبخ إليه كباية شاي يروح شريبها وبيدمر فيه صحته النظام الغذائي السيء يا جماعة ده كمان يعني مسبب كبير جدا من أسباب ارتفاع عنزيمات الكبد التسمم بالمعادن والكيمويات يعني ممكن في واحد بيرش مثلا مبيدات حشرية وانا قاعد باستنشك المبيدات الحشرية كل شوية عمل أشرف في مبيدات حشرية واحد قاعد بيدخل وانا قاعد جانبي عمل باخد الدخان هو مش بينضرب دخان اللي هو بينفخها في وشك وانت عمل تشرب فيها رواح وعوادن السيارات وكل الدخان المليء والأكسجين والهواء المليء بالغازات السامة تناول الأطعمة والمأكلات التي تحتوي على نسبة من السكريات مرتفعة ومن الدهون مرتفعة أمراض وراسية أمراض مناعية مرضى السكر مرضى السكر برضو بيصاوب ارتفاع عزيمات الكبد للناس اللي هي مش مسيطرة على السكر الناس اللي مش مسيطرة على السكر ودايما السكر عندهم مرتفع ومن هنا اكتشفنا ان كلنا تقريبا عندنا نفس يعني عندنا سبب من الأسباب اللي بترفع انزيمات الكبد عشان كده دايما لو عملنا تحليل والاناعة عالية شوية ما فيش مشكلة ما نقلقش خالص خد بالك يعني ده طبيعي طب انت انزيمات الكبد العالية تكون مؤشر خطر لما تكون مصاحبة بأعراض مرضية واضحة ولما تكون عالية بشكل مبالغ يعني توصل مثلا لخمسمية لتمنمية لألف مش ممكن يكون الموضوع عفوي يعني مش ارتفاع انزيمات وخلاص لا ده في سبب وراها في سبب مصاحب لها لان العلو ده بيفرق لما يكون مصاحبه عرض اخر او مرض اخر فما يكون مش بسيط الموضوع ده وبيكون يعني ناتج عن ان يكون صاحبه مثلا بيدخن او صاحبه سمين شوية وبي انزيمات الكبد لما لما يكون واحد سمين شوية وعنده شوية دهون بيعله انزيمات الكبد فالموضوع برضو بيكون عادي لانه عند البروتين عالي وعند الدهون عالية بتعلي نزيمات الكبد انما لو ارتفع الكبد وارتفعت معه اعراض اخرى زي التعب والاجهاد والارغاق وفقدان الشهية ونقص الوزن وتورم الجسم وانتفاخ البطن وعدم التركيز والاخرة والهرش يا جماعة من الاساسيات وتغير لون البول والبراز واسفرار لون الجسم وبياض العين اصفرار بياض العين ده بقى ما يعديش لازم فحوص وتحاليل واشاعات عشان نعرف السبب فين اللعله انزيمات الكبد ورفع الحاجات دي كلها معه والاعراض دي كلها معه فا جماعة انزيمات الكبد لوحديها مش مشكلة مش عامل مش عامل لان هو يؤثر عليك ويخلى العامل النفس عندك اه وحش لا لازم يكون مصحوب معه اعراض اخرى ما هيش يعني تتعدى كده بالسلام اه فانزيمات الكبد ملهاش لازمة لو هي مرتفعة لوحدية فعايز اقول لك بقى شوية مصايح اولا غير اه 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 نظام حياتك ازاي يعني لو حضرتك سمين او تخين حاول تخس لو بتدخن يريد نبطل التدخين لو اكلك مش صحي وانت اكيد بتسمع الحلقات دي اراجل يعني محتمل ان انت بتغير في صحتك بتغير في صقافتك الصحية وعايز تبطل التدخين ومش قادر وعايز تبطل الدهون والسكريات ومش عارف فاحنا بنحاول نشجعك ان انت تبطل الحاجات دي من خلال كلامنا اللي هو ممكن يؤثر عليك على صحتك ماشي اللي ما بتحركش وما بيعملش حركة ياريت يتحرك ياريت يمارس الرياضة الشخص اللي بيشرب وبطاعاته مخدرات ياريت يقلل منها وربنا يتوب عليه ويبطلها لكن ما يهمش ان او ما يستعيش ان الشخص يلف ويدور حواليه النفسه زي ما قلنا اول الحلقة اا لو انزيمات الكبد طلعت عالية ويتنصب عليه من بعض الناس اللي ما عندهمش ضمير وانت ارتفاع انزيمات الكبد ويدخل بقا في اشعة وتحاليل ويعمل لي بقا بسئارات ويعمل لي بقا اا اا عينة من الكبد ويعمل لي بقا اشعة بالسابغة ويعمل لي ويعمل لي اللي بيلعبه كمال اجسام او الناس اللي هي بتعمل رياضة ودايما بياكل بروتين فبالتالي بتلاقي انزيمات الكبد عالية عنده والدهون وعفانا الله وإياكم من ارتفاع انزيمات الكبد والامراض كلها جميعا فشايفين الحلقات متنوعة وشايفين الحلقات فيها معلومات صحية وطبية فياريت نعمل لها شير فادالي على الخير كفاعلة واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله متنساش تعمل لايك واشتراك وسبسكرايب وكل الحاجات الحيوة الجميلة اللي بتدعمنا دي سبحانك الله وما بحمدك اشهد وان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته